استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة مارغريت ناردي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف المنشودة مشيرا سموه إلى الدور البارز للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة كما تم استعراض ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعددا من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وقد أعربت سعادة مارغريت ناردي عن تقديرها للجهود البارزة التي بذلها سموه وحرصه الدائم على مواصلة مد الجسور بين البلدين الصديقين وتمنية لسموه دوام التوفيق والنجاح